بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله النهاردة هنكمل Chapter 6 اللي هو Slope Stability وهنتكلم النهاردة Part 3 اللي هو النوع اللي احنا هنتكلم عليه في هذا Chapter اللي هو Rotational Failure Service ببساطة خالص لو انت عايز تعمل ثبات للميول أو دراسة ثبات ميول مبدئيا أنا عندي ميل الميل ده موجود بزاوية ولتكن زاوية بيتا يبقى أنت أول مرحلة أن أنت تبتدي ترسم الميل بتاعك دوت بسكيل مناسب ده أول خطو عندنا رسمنا الميل وارتفاع الميل اللي هو H وابتدي أفرد Circular أو أي شكل Failure Service هيحصل هنا مثلا انهيار بالشكل ده وطبعا تحديد المركز ده فيه طرق عديدة احنا مش هنتطرق إليها في هذا القرص حددنا المركز بتاع الدوران وركزت ورسمت ده بيسموه Failure Service بتاعنا أو سطح الانهيار بالعقل كده بقى أنت محتاج تشوف هل هيحصل انهيار بالشكل ده للميل ده أم لا فاحنا بنعمل ايه بنعمل حاجتين أول حاجة بنشوف ايه الصويل أو ايه الفورس اللي بتسبب لي الدوران حوالين النقطة دي فهنلاقي ان الفورس ما هي إلا وزن الوج الخاص بالصويل دول يبقى أنا لو جبت وزن الوج ده وجبت المسافة عن النقطة دي اسمها دي فيبقى الفورس أو المومنت بقى اللي هيسبب لي overturning أو هيسبب لي الانهيار ممكن نسميه M over ده هيساوي الوزن في مين في الدين طيب ده بيسموه ساعات driving force اللي هي ال W وده المومنت حاولين نقطة O O اللي هي النقطة دي يعني أنا الميل اهو زي ما انت شايف كويس رسمته وبطريقة أو بأخرى حددت المركز ورسمت الفيلير surface بتاعنا ده جبت وزن هذا الوج بأي طريقة ممكن نقسمه ترسم ب scale فممكن تاخد وزن عبارة عن مساحة طائية ده ده مساحة المسلس دوت وتقدر تجيب من هنا المساحة تضربها في الكسافة جبت الوزن بتاعك وأعرف أجيب نقطة تأثيره على بعض دي يبقى ال M ما هو إلا ال W في ال D أو ال M ساعد بيسموه ال driving أو اللي بتسبب الانهيار طيب ما هي القوة التي تقاوم هذا الانهيار إحنا هنتكلم عن clay soil clay soil يعني إيه يعني طربة لها C وال5 بتاعتها بكام بزيرو فاللي هيقاوم هذا الانهيار هو عبارة عن shear strength بتاع السويل على مدار الارك اللي قدامك اللي يحصل فيه الانهيار ال 5 بصفر فالإنات دي يتملهاش أي تأثير ولكن الشغل كله هيبقى على السي يبقى أنا لو جبتي السي بتاعتي بتاعت السايل سي أو في صايل ودربتها في الطول الارك سي في الارك ده يديني القوة اللي تقاوم الانهيار لكن أنا عايز أجيب المومنت حاولي نقطة O كويس اللي هي اللي فوق ديت اللي احنا أخذنا الدبء دي بتاعتها البعد عنها يبقى أنا أقدر أقدرب السيف اللي ار في البعد العمودي البعد العمودي ما هو إلا ار ما هو إلا ار يبقى أنا جبتي كده الام اللي بيقاوم الانهيار عشان أقول إن الميل بتاعي دوت سيف هجيب فاكتور الف سيفتي لازم القوة التي تقاوم الانهيار تكون أكبر من القوة التي تسببه بالفاكتور الف سيفتي بتاعي اللي هو الام ريزيستنس على الام أوفر ام ريزيستنس لسه جايبينه من شوية اللي هو السي في إلا أرك فار باخد المومنت حول المقطة دية أدي الار وأدي السي في إلا أرك والام أوفر ما هو إلا الو في الدي أدي الو والدي اللي هو البعد عن المركز يبقى جبت الفاكتور الف سيفتي بتاعي مفروض إن احنا نعمل ترايل أكتر من مركز ونجيب المينيمم فاكتور الف سيفتي وهو دوت يقول لي الميل بتاعي دوت هل هو سيف ولا مش سيف شكرا موسيقى